بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبنائي طلبة الصف الثاني عشر المسار العلمي والتكنولوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس الرياضيات وهو بعنوان التكامل المحدود وهو الدرس الأول من الوحدة الخامسة الجزء الثاني أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو التعرف على مفهوم النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل بداية دعونا أبناء الطلبة نقوم بعمل مراجعة سريعة لكيفية إيجاد التكامل غير المحدود من خلال إيجاد الدالة الأصلية لدالة المعطاة لنأخذ مثلاً تمرير رقم 7 صفحة 60 أوجد التكامل للدالة 15x2 times e power x3 dx من فضلك عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل بداية أبناء الأعزاء نلاحظ أنه يمكننا كتابة العدد 15 على شكل 5x3 نخرج 5 خارج التكامل فيصبح 5x التكامل للدالة 3x2 times e power x3 dx لاحظوا أبنائي أن الحد الجبري 3x2 هو مشتقة القوة x power 3 والسؤال الآن ما هي الدالة الأصلية التي تكون مشتقتها 3x2 times e power x power 3 أحسنتم أبناء الطلبة الدالة الأصلية هي e power x power 3 حيث أن dy by dx للدالة e power x power 3 equals 3x power 2 times e power x power 3 إذن 5x التكامل للدالة 3x power 2 times e power x power 3 dx equals 5x e power x power 3 plus c حيث c هو ثابت التكامل أبناء الطلبة إن تسمية النهاية عندما n تقترب من infinity للمجموع من i equals 1 إلى n للدالة fxi dot delta x التي تعلمناها في الفيديو السابق بالتكامل المحدود للدالة f وإعطائها الرمز كما ترونه أمامكم ليست متعمدة بهدف الاندماج والتوحد مع التكامل غير المحدود ورمزه بل إن النظرية الأساسية للتحليل الرياضي تبين مدى ترابط هذين المفهومين عند فكرة واحدة وهي الدالة الأصلية للدالة f إن النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل هي النظرية التي تربط بين مفهوم إيجاد الدالة الأصلية وهي التكامل غير المحدود والنهاية عندما أن تقترب من إنفينيتي للمجموع من i equals 1 إلى n لfxi dot delta x وهي التكامل المحدود تثبت هذه النظرية عزيز الطالب بالدليل الرياضي أن النهاية عندما أن تقترب من إنفينيتي للمجموع من i equals 1 إلى n لfxi dot delta x ليست سوى التغير الكل بين b و a للدالة f capital وهي الدالة الأصلية للدالة f small بين a و b ملخص النظرية إذا كانت f small دالة متصلة في الفترة المغلقة من a إلى b وكانت f capital هي دالة أصلية للدالة f small فإن التكامل المحدود من a إلى b للدالة f of x dx equals f capital of b minus f capital of a equals f of x وهي الدالة الأصلية من a إلى b إن هذه القاعدة تصح حتى لو لم يتحقق الشرط f of x greater than or equals 0 لكل قيم x في الفترة المغلقة من a إلى b كما أن النظرية الأساسية لا تعرف التكامل المحدود بل تحدد قيمته لننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى مثال رقم 2 صفحة رقم 53 كتطبيق على النظرية الأساسية للتفاضل والتكامل نص السؤال فرع a أوجد أولا التكامل للدالة 40 power 3 dt ثم أوجد التكامل المحدود من 1 إلى 2 للدالة 40 power 3 dt فرع b أوجد التكامل المحدود من 0 إلى b للدالة sin x dx الحل الفرع a أولا نكامل الدالة 40 power 3 تكامل غير محدود وحسب قواعد التكامل التي تعلمناها في الوحدة السابقة فإن هذا التكامل يكامل على قاعدة القوة نضيف 1 إلى القوة ونقسم على القوة الجديدة إذن الإجابة 4 times t power 3 plus 1 over 3 plus 1 plus c equals 4 times t power 4 over 4 plus c وباختصار الرقم 4 إذن الإجابة t power 4 plus c ثانيا باستعمال النظرية الأساسية للتفاضل والتكامل نجد قيمة التكامل المحدود إذن التكامل المحدود من 1 إلى 2 للدالة 40 power 3 dt equals t power 4 من 1 إلى 2 لاحظة عزيزي الطالب أن t power 4 هي الدالة الأصلية نعوض حدود التكامل f of 2 minus f of 1 f of 2 equals 2 power 4 minus f of 1 equals 1 power 4 الناتج 16 minus 1 equals 15 الفرع B أوجد التكامل للدالة sine x من 0 إلى pi نكامل حسب قواعد التكامل غير المحدود دون إضافة الثابت c وكما تعلمون أبناء الطلبة أن تكامل دالة sine هي negative cosine إذن تكامل الدالة sine x equals negative cosine x من 0 إلى pi ولاحظ عزيزي الطالب أن negative cosine x هي الدالة الأصلية نعوض حدود التكامل في الدالة الأصلية f of pi minus f of 0 حسب النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل ثم نجد الناتج باستخدام الآن الحاسبة فيكون الناتج equals 2 والآن جاء دورك عزيزي الطالب للتدريب حاول أن تحل التمارين من 6 إلى 9 صفحة 60 نص السؤال أوجد قيمة التكامل المحدود تمرين رقام 6 التكامل من 1 إلى 3 للدالة 3x power 2 dx تمرين رقام 7 التكامل من pi إلى 2 pi للدالة sine x dx التمرين رقام 8 التكامل من 0 إلى pi over 2 للدالة cosine x dx التمرين رقام 9 التكامل من 0 إلى 1 للدالة e power x dx من فضلك عزيزي الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك أحسنتم أبناء الطلبة بوركت جهودكم وبارك الله فيكم دعونا الآن نتحقق من صحة حلكم تمرين رقام 6 التكامل من 1 إلى 3 للدالة 3x power 2 dx نكامل حسب قواعد التكامل غير المحدود التي تعلمناها في الوحدة الأولى دون إضافة الثابت c فيكون التكامل من 1 إلى 3 للدالة 3x power 2 dx equals 3 times x power 2 plus 1 over 2 plus 1 من 1 إلى 3 وباختصار الرقم 3 ينتج أن التكامل equals x power 3 من 1 إلى 3 لاحظ عزيزي الطالب أن الدالة الأصلية هي x power 3 وبتعويض حدود التكامل وتطبيق النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل ينتج أن f of 3 minus f of 1 equals 3 power 3 minus 1 power 3 equals 27 minus 1 equals 26 التمرين رقم 7 التكامل من pi إلى 2 pi للدالة sin x dx نكامل حسب قواعد التكامل غير المحدود دون إضافة الثابت c فينتج أن التكامل من pi إلى 2 pi للدالة sin x dx equals negative cosine x من pi إلى 2 pi لاحظ عزيزي الطالب أيضا أن f of x وهي الدالة الأصلية equals negative cosine x وبتعويض حدود التكامل والتطبيق على النظرية الأساسية في التفاضل ينتج أن f of 2 pi minus f of pi equals negative cosine 2 pi minus negative cosine pi equals negative 1 minus negative negative 1 equals negative 2 التمرين رقم 8 التكامل من 0 إلى pi over 2 للدالة cos x dx وأيضا نكامل حسب قواعد التكامل غير المحدود التي تعلمناها في الوحدة الأولى ولكن دون إضافة الثابت c إن تكامل الدالة من 0 إلى pi over 2 cos x dx حسب قواعد التكامل هي sin x من 1 إلى pi over 2 لاحظ عزيزي الطالب sin x هي الدالة الأصلية وبتعويض حدود التكامل والتطبيق على النظرية الأساسية في التفاضل إذن f of pi over 2 minus f of 0 equals sine pi over 2 minus sine of 0 equals 1 minus 0 وبالتالي الناتج equals 1 التمرين رقم 9 التكامل من 0 إلى 1 للدالة e power x dx كذلك نكامل حسب قواعد التكامل غير المحدود وأيضا دون إضافة الثابت c إن تكامل الدالة من 0 إلى 1 e power x dx هو e power x من 0 إلى 1 e power x هي الدالة الأصلية وبتعويض حدود التكامل والتطبيق على النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل إذن f of 1 minus f of 0 equals e power 1 minus e power 0 وحيث أن e power 0 equals 1 إذن e power 1 minus 1 والنتيجة التقريبية إذن هي 1.7 نلاحظ أبناء الطلبة مما سبق أنه يمكننا إيجاد الفرق بين التكامل المحدود والتكامل غير المحدود فمثلا التكامل المحدود يمثل عددا حقيقيا بينما يمثل التكامل غير المحدود مجموعة من الدوال كل منها دالة أصلية للدالة f نلاحظ أنه لا داعي لإضافة الثابت c في التكامل المحدود لأنه إذا أضيف إلى الدالة الأصلية سيحذف مجددا في عملية الطرح على سبيل المثال التكامل المحدود للدالة f of x dx من a إلى b equals f capital of x plus c من a إلى b ولو عوضنا حدود التكامل فنلاحظ أن f of b plus c minus f of a plus c وبإجراء العمليات الحسابية نلاحظ أن الثابت c يحذف حيث أن plus c minus c equals 0 إذن الناتج f of b minus f of a وهذا يعني أن أي دالة أصلية تفي بالغرض لذا يمكن الاستغناء عن الثابت لتبسيط المسألة ونلاحظ كذلك أبناء الطلبة أن المتغير المستعمل في الدالة المكاملة لا أهمية له إذ أن جميع التكاملات المحدودة التالية تساوي المقدار f of b minus f of a إن التكامل المحدود من a إلى b f of x dx يساوي التكامل المحدود من a إلى b f of t dt وكذلك أيضا يساوي التكامل المحدود من a إلى b f of u d u وجميعها تساوي f of b minus f of a سؤال للتفكير هل يمكن القول أنه إذا كان التكامل من a إلى b f of x dx equals 0 فإن f of x equals 0 لكل قيم x في الفترة المغلقة من a إلى b الإجابة كلا لأن النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل تفيد أن التكامل من a إلى b f of x dx equals f of b minus f of a إذن يكفي أن يكون f of b equals f of a حتى يكون التكامل من a إلى b f of x dx equals 0 لنأخذ مثال نوضح من خلاله هذه الفكرة فمثلا التكامل من negative 1 إلى 1 للدالة x power 3 dx equals x power 4 over 4 من negative 1 إلى 1 وبتعويض حدود التكامل والتطبيق على النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل ينتج أن 1 power 4 over 4 minus negative 1 power 4 over 4 equals 1 over 4 minus 1 over 4 equals 0 مع أن f of x equals x power 3 لا تساوي 0 وفي الختام أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر إن شاء الله أشكر لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته شكرا لكم ورحمة الله وبركاته كيركاته شكرا